جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وقد تفضلتم شيخ صالح جزاكم الله خيرا وذكرتم أن بعض سور القرآن الكريم وبعض الآيات عنيت بالتوحيد لعلها مناسبة كريمة شيخ صالح أن تتفضلوا بتوجيه الناس إلى كتاب استضاء بنور الآيات الكريمة في إبراز العقيدة الإسلامية الصحيحة جزاكم الله خيرا الكتب في هذا كثيرا ولله الحمد وأقصر الكتب التي ألفها أئمة السلف وعلماء المسلمين الذين عتنوا بتصحيح العقيدة من الدعاة لله والمجددين والأئمة المخلصين ومن أبرز الكتب في هذا وأقربها تناولا وأيسرها فهما للناس كتاب التوحيد كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد فإنه جمع فيه مؤلفه رحمه الله غالب ما ورد في توحيد الألوهية من الآيات والأحاديث وكلام أهل العلم لتوضيح ذلك وفصله في أبواب أثناء الكتاب تدرج فيها ببيان أنواع التوحيد وبيان رواع الشرك الأكبر والأصرر لأنه لا يكفي معرفة التوحيد بل لا بد أيضا من معرفة ما يضاد به والشرك من أجل أن يتجنبه الإنسان ويحذر منه فهذا الكتاب منسر وهو أيضا مبذول ولله الحمد ومتداول ويدرس في المدارس والمعاهد والكليات المملكة ويدرس في المساجد ويدرس أيضا في الأمكنة الأخرى التي تقبل الحق من مختلف بلاد العالم الإسلامي هو كتاب جيد وعليه شروح توضحه وتبينه وتبرز ما فيه من الكنوز العظيمة مثل تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد ومثل مختصر وتهديبه الذي هو فتح المجيد شرح كتاب التوحيد وكذلك شروح كثيرة على هذا الكتاب مطولة ومختصرة فهو أيسر كتاب وأنفع كتاب في نظري في هذا الموضوع وهناك كتاب مطولة ومختصرة كثيرة في هذا الموضوع منها على سبيل المثال العقيدة الواسطية في شيخ الإسلام بن تيمية ومنها الطحاوية وشرحها شرح الطحاوية للعزي بناء بالعز ومنها تطهير الاعتقاد للإمام الصنعاني تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد رسالة مختصرة ومنها تجريد التوحيد المفيد بالمقريزي رحمه الله صاحب الخطط ومنها الدر النظيد في إخلاص كلمة التوحيد للإمام الشوكاني كلها في موضوع العقيدة وبيان توحيد الألوهية توحيد العبادة الذي هو دعوة الرسل عليه الصلاة والسلام والذي وقع الخلل فيه من كثير من العالم قديما وحديدا ترجمة نانسي قنقر